اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم أحييكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم السيرة النبوية وقضايا الأمة بمشاركة المشايخ الكرام الذين يؤثثون هذه الحلقات صلها الرضاء والقبول وموضوع حلقتنا هذه موضوع سياسي يعني بامتياز يتعلق بالدولة الدولة في آخر ما سمعته في تعريفها من قبل أحد المتخصصين في القانون وفي الأمور العامة في السياسية الأمور السياسية وأمور الدولة قال الدولة هي المرافق العامة أو الدولة هي المصالح العامة الدولة هي المرافق العامة بمعنى الإدارات العامة التي تؤمن حياة المواطنين والمواطنات تحقق عملهم تنتج منتوجهم تدير شأنهم ولذلك قيل بأن الدولة هي إدارة الشأن العام بما يصلحه ويناسبه أو هي إدارة الحياة العامة أو هي فن ممكن في تعريف قديم هذه الدولة إذن بالاعتبار القانوني والعلمي الحديث هي جمع من المواطنين والمواطنات يسمون المواطنين أو سكان هذه الدولة يعيشون على رقعة جغرافية بحدودها وفضائها البري والبحري والجوي وهي أيضا بسلطة ومؤسسات وإدارات وبدستور مرجعي هذه الدولة في مفهومها الحديث الآن في علاقتها بالدولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بعلاقتها بالدولة عبر التاريخ فيما جاء في القرآن مثلا في بعض أشكال الدول كدولة سليمان وداود ودولة ذي القرنين والشيخ علي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في مداخلته سيتحفون ببعض التفاصيل الدقيقة في الدولة القرآنية في القرآن الكريم سواء كانت الدولة في القرآن أم الدولة في السنة أم الدولة عبر التاريخ الإسلامي أم الدولة الحديثة الآن ما الذي يمكننا أن نستخلصه في موضوع الدولة في علاقة بالقرآن والسنة والسيرة الذي نستخلصه الاستخلاص الأول أن الدولة حقيقة قرآنية وحقيقة في السيرة النبوية وأشاهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدولة في المدينة وأقام المرافق العامة في هذه الدولة من ذلك مثلا السوق أنشأ السوق وكلف من يديره كأنه صلى الله عليه وسلم أقام هذه المصلحة العامة المصلحة الاقتصادية في التجارة وفي الزراعة وفي البيع وفي الشراء وفي تبادل المنافع فالسوق إذن وما يرمز إليه من حقيقة اقتصادية تنموية تشغيلية استهلاكية انتاجية هذا السوق يشير إلى ضرب عال من ضروب الدولة في المدينة لأن الدولة في المدينة لم تكن دولة وعظ وإرشاد مثلا أو دولة إقامة الشعائر في المسجد الجامع الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى المسألة الاقتصادية وهيئها وأسس هيكلها ودعى الناس إلى التسوق وإلى التجارة وإلى الزراعة وما إلى ذلك المسجد الجامع في المدينة المنورة الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم هو مصلحة عامة للمسلمين فكأنه الفضاء الديني الشعائري التعبدي التعليمي التربوي الذي كان من اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في المدينة بإقامة هذا المسجد الجامع كذلك أمور أخرى تتعلق بالدستور وهو الوثيقة المرجعية لدولة المدينة هذا كأنه يشير إلى الفضاء القانوني والفضاء الدستوري كذلك القضاء القضاء نفسه والحسبه بمعنى الأمر بمعروف النهي على المنكر بمعنى المؤسسة الإصلاحية التربوية هذه الدولة في المدينة بهذا المستوى من البيان وبما هو مبثوث في السيرة النبوية في أحداثها ومعلوماتها هذه الدولة إذن تمثل حقيقة قائمة لها موضوعها ومجالها ولها مشروعيتها وحضورها ونبيه صلى الله عليه وسلم تصرف بوصفه إماما أي حاكما وتصرف بوصفه قاضيا وتصرف بوصفه مفتيا ومبلغا وتصرف كذلك بوصفه إنسانا في المدينة بوصفه إنسانا زوجا وجارا ويمشي للسوق ويحب طعاما ويكره آخر فكل هذا قد أسس حقيقة الدولة في السيرة النبوية الذين ينكرون السياسة الإسلامية في الدولة أو ينكرون الدولة أو ينكرون مثلا الإدارة الاقتصادية أو إدارة الأعمال أو إدارة الإعلامات أولا الذين ينكرون هذه المجلات الحيوية إنما ينكرون حقيقة شرعية وتاريخية وواقعية عندما أقول هذه الحلقة حلقة سياسية بامتياز أقصد بذلك أنها حلقة في مجال الدولة وفي مجال السياسة وفي مجال الحكم الذي أختم به مدخلة هذه وبعدها أحيل الكلمة إلى فضيلة المشايخ من أجل إثراء هذا الموضوع الذي لابد فيه من أمرين إثنين أن ننطلق من هذه السيرة ومن الدولة في السيرة والسياسة والحكم في السيرة أو في القرآن مع ذلك وفي السنة أن ننطلق من هذه المرجعية الإسلامية في موضوع الدولة وأن نربط ذلك بواقعنا المعاصر في الدولة الحديثة التي لها أوضاعها ومقتضياتها ودولة معقولة المعنى ليست تعبدية بمعنى أنها مقيدة بزمنا خاص كزمن العبادة أو بهيئة خاصة كهيئة السجود في الصلاة مثلا أو بشرط خاص تعبدي وإنما الدولة معقولة المعنى مبنية على مبادئ العدل والشورى والإصلاح مبنية على قاعدة أن الثروة تدار بمسواه وعدالة وحاجة وأن الأمر شورى بين المكون لهذه الدولة وأن الحاكم لا ينبغي أن يكون مستبدا أو طاغيا أو ظالما وإنما يكون حاكم عدل وإنصاف وأن يرفق بالشعب والأمة هذا كله من الحقيقة النبوية والقرآنية في موضوع الدولة مرة أخرى نرجوكم أن تتابعوا ما بقي من هذه الحلقة ومع فضيلة الشيخ علي سيعطينا إن شاء الله إضافة من زاوية من زوايا هذه الحلقة فله الكلمة أتضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الدولة في الإسلام هي إدارة شؤون الأمة بما يحقق مصالحها في الدنيا والآخرة فهذا هو الفرق بين الدولة الإسلامية والدولة غير الإسلامية الدولة الإسلامية تهتم بشؤون الأمة في أمور الدنيا كأنها ليس هناك شيء إلا هذا كما أنها تهتم بتحقيق مصالح الأمة في الآخرة حتى يتحقق جناحة أو تتحقق كفة الميزان ميزان السياسة الشرعية الدولة بهذا المعنى الإدارة والتمكين هي أحد مقاصد الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان استخلاف يقتضي أن يكون هناك دولة لأن لا يمكن التعمير والعمران والاستخلاف وتحقيق رسالة الإنسان في خلافة الأرض إلا بالقوة وهذا حقيق ما أكده كثير من المحققين وفصله الإمام بن عاشور رحمه الله قال الاستخلاف يتحقق بشابي جناحين جناح الأول النبوة الوحي حتى تهتدي هذه الدولة أو هذه السلطة ولا تطغى ولا تتبع الأهواء كما رب العالمين نهى سيدنا داود عن ذلك والجناح الثاني هو قضية التمكين والقوة والقدرة من خلال السلطة وطبعا لها شروطها ولها ضوابطها ولذلك أي شخص بصراحة ينكر السياسة في الإسلام كأنه ينكر ركناً أساسية من أركان الإسلام أيضاً الكمال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأيضاً نحن حتى في علم أصول الفقه نعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين جميع أنشطة المكلفين لابد أن تخضع لحكم الله سبحانه وتعالى كما قال إمام الشافعي في رسالته إما نصاً وإما استنباطاً ما من أمر ولا نشاط ولا نازلة إلا ولله سبحانه وتعالى فيها حكم إما نصاً وإما استنباطاً هذا مؤد ما يقول الإمام الشافعي ويؤكد عليه أكثر من مرة في كتاب الرسالة التي حقيقة كما قال أستاذنا علي نشاري يقول هو الفلسفة الإسلامية الحقيقية هي فلسفة أصول الفقه هي المنهجية الصحيحة لصحة أقوالنا وأفعالنا هذه حقيقة القضية ولذلك الغرب يعرفون قوة الإسلام يعني حتى جان جاك روسو بالمناسبة أنا قارنته في بحث بين جان جاك روسو وبين إمام الحرمين جان جاك روسو أشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام في أربعة عشر مكاناً من أهم ما أشاد به الرجل قال إنه لأول مرة في تاريخ الأنبياء وفي تاريخ الملوك أن يموت ملك أو نبي ويكون لا يكون ابنه أو أقرب الناس إليه خليفته أو إماماً أو شيء إلا في دولة الإسلام توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وترك شأن الخلافة للأمة والأمة هي التي اختارت هذه المسألة فلذلك ولذلك أيضاً جانب الأساسي بالمناسبة في السياسة وفي الحكم الحقوق الواجبات التي ينظمها الدستور والتزام الرئيس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بما تم الاتفاق عليه وهذا مهم جداً أولاً وثيقة المدينة 52 مادة تنص على هذا لكن أكثر من ذلك مسألة الالتزام الإمام أو الرئيس أو الأمير بما تم الاتفاق عليه وهو في بيعة العقبة بيعة العقبة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم عهد بأن يحموه في داخل المدينة المنورة ولذلك في غزوة بدر السيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشير يقول أشيروا علي أشيروا علي وطبع المهاجر قالوا والأنصار فهموا فلذلك أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبههم فبيّنوا ذلك لماذا؟ حتى يوافقوا على هذه الحرب التي هي خالج دائرة المدينة شكرا الشيخ علي الشيخ فضل فضل بارك الله فيكم اطلاقا مما تكلم عنه شيخنا رضي الله عنه أرضاه وهو الدستور الدستور في الحقيقة لو نظرنا إلى دساتيرنا اليوم وقد اطلعت على عدد من الدساتير في دولنا العربية خاصة ونقارن بينها وبين شمول الشريعة واقعية الشريعة مرونة الشريعة حاكمية الشريعة قال الله سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين بعد أن ذكر الخلق في بداية هذه الصورة وأنه أحسن الخلق فهو الحاكم سبحانه وتعالى وقال ألا له الخلق والأمر فالذي خلق هو الذي أمر وهو الذي أنهى وقال إن الحكم إلا لله وقال سبحانه وتعالى إن الذين رتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له ده الشيطان سول لهم أم لا لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض في بعض في بعض الأمر فحكم الله عليهم بما حكم وقال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فالحاكمية والحكم بما أنزل الله شيء من ثوابت الشريعة والشريعة عامة شاملة بنصوصها وبقواعدها وبكلياتها وبمقاصدها تستوعب أي حادثة من الحوادث وإذا رجعنا لنصوص الدساتير اليوم في المادة الأولى التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبعضها ينص على أن الشريع الإسلامي مصدر رئيسي وأما في كثير من الدول فنلاحظ النصوص الدستورية على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع أو شيء من مصادر التشريع والله سبحانه وتعالى حسم قضية التشريع فجعلها له القضية الثانية وهي الحاكم المسلم شرط الإسلام ونحن نجد تشويشاً اليوم التشويش الإعلامي حتى يقولوا لماذا لا تسمحوا أن يحكم غير المسلم أين الحرية أو أين وين طيب لماذا في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى على مدى عمرها ما حكم مسلم ولا يمكن أن يسمح لحاكم مسلم وكذلك في اتحاد الأوروبي لماذا هذه المزايدات نحن أمة مستقلة مسلمة لنا هويتنا ولنا حاكميتنا ولنا تشريعتنا لا يمكن أن نقبر الإملاءات أن يأتي شخص ما ويقول اعملوا وعملوا يقول الله سبحانه وتعالى وأطيع الله وأطيع الرسول الأمر منكم ويقول ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ويقول سبحانه وتعالى تق الله ولا تطع الكافرين فكيف نولي كافراً لا يؤمن بالله ولا برسله ولا ولا يؤمن بتطبيق هذه الشريعة البعد الثالث هو أن هذه الدولة دولة تحل الإشكالات للشكليات شكل الدولة متروك لنا تكون دولة تمديد أو تأبيد أو مؤقتة بأربع سنوات أو هذا راجع إلى المصلحة العامة التي تضبطها الشريعة أو يضبطها أهل الشورى والحمد لله رب العالمين شكراً دكتور فاضل دكتور علي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قضية علاقة الدين بالسياسة محسومة في القرآن الكريم وهذا تجد النبي الوزير كيف سيدنا يوسف عليه السلام النبي ومع هذا مارس السياسة وتجد الأنبياء الملوك في داود وسليمان وهم طبعاً هذه الدولة متى وصلت وصلت بعد القضاء على الاستداد الفرعوني والدكتوري اللي قام به سيدنا موسى عليه السلام وتم القضاء على الحكم الاستبدادي والدكتوري وجاءت مرحلة سيدنا موسى عليه السلام كان الشعب اللي عايش في تحت النظام الاستبدادي يعني ما استطاعش يقوم بالمرحلة التي جاءت في عهد داود وسليمان وإنما جاءت متأخرة بعض جيلين أو ثلاثة على بعض أقوال المؤرخين لكن هذه الدولة قال الله سبحانه وتعالى وَشَدَدْنَا مُلْكَهِ وَآتِينَهُ الْحِكْمَةِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ قال وَشَدَدْنَا مُلْكَهِ إن الدولة لها مؤسسات لما تخرج من الحروب تهتز المؤسسة العسكرية المؤسسة المالية القضايا الاجتماعية فالله سبحانه وتعالى أعان سيدنا داود عليه السلام وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتِينَهُ الْحِكْمَةِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ المحوى الرئيسي في دورة سيدنا داود عليه السلام يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء يبقى الدولة الربانية التي تمارس تنفيذ شرع الله في الأرض المعيار الأصيل هو الحكم بالحق والابتعاد عن الأهواء التفصيلات في الدولة جاءت في عهد سيدنا سليمان أكثر يعني ما لي لا أرى الهدف أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتييني بسلطان مبين الضبط والربط والحساب والحزم المعاني هذه الاستماع للضعية لما قال حط بما لم تحط به وصفة التواضح في الحاكم وغيس هذه الدولة ويستمع وجئتك من سبع بنبع يقين ويتحدث الهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين تأكد من الأخبار ففي معاني جميلة فيما يتعلق بمرجعية الفكر فالدولة من خلال دولة سليمان من خلال دولة داود عليه السلام وأوضح أكثر في ذو القرنين لأن الله قال ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكننا له في الأرض يعني أسباب التمكين السياسية أسباب التمكين الاقتصادية أسباب التمكين الاجتماعية أسباب التمكين النفسية الجغرافية كلها كانت هذه الدولة دولة ذو القرنين نموذج للحاكم اللي يريد أن يسير على هذا النهج في إقامة العادل في رفع الظلم في تفجير طاقات الأمم والشعوب ومساعدتها في بناء السجود الحضارية أو اللمسات الحضارية فالربط بين الإيمان وبين الآخر هذه كل المعاني كانت موجودة في الفترة المكية لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة كانت الرؤية عندها واضحة عليه الصلاة والسلام فشلع في بناء الدولة الضبانية واجزاكم الله شكرا الشيخ علي الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم كانت الحلقة تجمع بين السياسة والدولة كأنه ما شيء واحد وهذا فهم لكن الدولة بمعناها هي من يدير هذه السياسة وينفذها ويطبقها هذا فرق بين السياسة والدولة ولذلك فإن المصالح والمؤسسات هي وليدة الحاجة ولذلك ذو القرنين شكل حكومة هذه الحكومة ناشئة عن حاجة الرأية أول وزارة في حكومة القرنين ما هي وزارة العدل لأن الله قال يسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتناه من كل شيء سببا فأتباع سببا حتى إذا بلغ معرب الشمس وهذا تغرب في عين الحمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسن على أما من ظلمه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فذعذبه على المكرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقوم له من أمرنا بسراء هذه وزارة العدل ثم بعد ذلك جاءت وزارة البيئة والصحة لأنه قال ثم أتباع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وإذا تطلع علاقة لم نجعل لهم من دونها سترة ما أن ينقلهم عن هذا المكان وأن ينقل الضرر عنهم لذلك لم نجعل لهم من دونها سترة كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء ثم أتباع سببا حتى إذا بلغ بين السدين هنا تشكلت وزارات وزارة الدفاع أنه يجوج ومجوجة مستدرة في الأرض هذا عدو خارجي ووزارة الأمن والداخلية ووزارة الإنشاءات والتجهيز إنشاء هذا السد ووزارة التعليم ووزارة التعليم ووزارة دون ما قام لا يكادون يفقهون قولا هذه وزارة التعليم محو الأمية فهذه كانت وزارته ثم في العهد النبوي لابد من الاتباه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور في الأمر كله وهذه صفة المسلمين فالله يقول وأموهم شورا بينهم وقال وشاوره في الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتماد كبير على العرفاء والعرفاء هم قادة القبائل ففي باعة العقبة أمر الأنصال أن يختاروا منهم 12 نقيبة ولكن بعد ذلك كل قبيلة أمر عليها رجلا منهم لما جاء إلى بني سلمة قال من سيدكم قالوا سيدنا الجد بن قيص على بخل فيه قالوا وَأَيُّ دَائِنَ دُوَا مِنِ الْبُخْرِ فَلْسَيِّدُكُمْ الذين يمثلون الناس وفي سننية بداود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء والعرفة حق فكان فيه العرفاء يمثلون الناس كم ذابة البرلمان مذابة سلطة التي تبثل الشعب ونوك لا عنه والذين يمثلونه سلطة المحلية نعم لا يمثلين يمثلين الذين يمثلون الشعب هم مكلاء شكرا نعم بارك الله أخذ مطابلة كملت؟ نعم بالنسبة لهذا الأمر أيضا فيه أمور أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتمد في تسيير الدولة على أخذ التجارب والحضارة مشتركة الحضارة ليست ملكا لأحد الحضارة ملك للبشر شكرا فضيط الشيخ محمد بهذا نختم حلقتنا هذا المتعلقة بالدولة من خلال السيرة والسنة وأيضا من خلال القرآن الكريم على أمل لقائبكم في حلقة قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحوه همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنصد تفوز به الهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لئك